السلام عليكم سعيدة بيلقياكم من جديد كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم انتم في احسان الاحوال الفيديو ديال اليوم سنحضر معكم حلوة لشرب الشاي من اروع واسهل الحلويات سهلة اقتصادية وكذلك سريعة كتحضرها دفعة وحيدة كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وكيل عاد اخليكم على الاخير باش تعرفوا عن المقادير وكذلك باقي مراحيل تحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي ربعادي البيضات طبعا البيض بحرارة المطبخ كذلك سنضيف كأس منه سكر حبيبات كذلك سنضيف قشور الليمون اللي يعطي الحلوة واحد الماداق رائع ثم سنضيف رشة منه الملح لتعديل الدوق نحاول اننا نخلط المكوينة جيدا حتى يتغير اللون الخالط نوعا ما الى البيض وكذلك يدوب دوق الحبيبات ديال السكر تقريبا على هات الشكل هذا كذلك سنضيف كأس من زيت المائدة نحاول اننا نخلط الكل جيدا ثم سنضيف جوج ملاعق منه النشاء او ميزنا اللي كيخليو الحلوة ديالنا كجيه شيشة ونخلط كذلك الكل جيدا حلوة اللي سهلة سريعة من اروع الحلويات اللي كلك تحضريهم لشورب الشاكي جيلدي ده بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحلوة لانها فعلا تستحق التجربة سهلة وكذلك في متناول الجميع وكلكم كذلك الضعف والمقادر بالنسبة للدقيق قاعدين نضيفوا تدريجيا نضبط الكأس الاول ثم كذلك نضبط الكأس الثاني كذلك الكأس الثالث ونضيف تقريبا كيس واع نصف من خاملة الحلويات الوزن ديال الكيس 8غرام من المجموعة تقريبا 12غرام من خاملة الحلويات حاول اناني نجمع الخالط ونضيف كذلك الدقيق تدريجيا بالنسبة للوزن ديال الدقيق من كلكم نضيفه يعني ربعة ديال الكؤوس او اقال كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق ثم اضفت يعني ثلاثة ديال الكؤوس وكذلك زد النسب ديال الكأس تقريبا نضيف الدبع أربعة ديال الكؤوس يعني يخصنا نتحصل على لوحة العجينة للك تكون تسق في اليدين ونقسمها هنا الى نصفين النصف سنزيد له ثلاثة ديال الملاعق من الكاكا والمر نضيف له قطارات من الزيت اللي كي يخلي الكاكاو ديال الدخل في ديال العجينة كما كتلاحظوا بالنسبة لهذه العجينة هذه البيضاء نقسمها لتسعة ديال الكويرات تحضير البيضاء نضيف البيضاء و kilogتر بالنسبة له ورقة الزبدة يعني نقسم أضف المبجل ونقسم الزبدة بلنفس الطريقة كذلك نقطع العجينة كاكاو تأيير 몇 ديال الكويرات طبعا يكونوا متساويين نحاول ان نحرب لها على هات الشكل هذا كل كويرة ضروري يكونوا متساويين بالنسبة للطريقة كندير عجينة بيضة وكذلك كندير حدها عجينة ديال كاكا كما تتلاحظوا معي في الصورة طريقة اللي سهلة كما تلاحظوا الصورة واضحة أمامكم والطريقة سهلة حلوة لا تأخذ الوقت بزاف الطريقة واضحة أمامكم كنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل عجينة ديالي أو الكويرة ديال العجينة كاملة هذه الحلوة تقطع واحد الكمية اللي كثيرة ونستمر بنفس الكيفية حتى ننسى تقريبا الكويرة ديال العجينة ديالي كاملة كما تلاحظوا كما تلاحظوا بعد ندهنهم هنا بأصفر بيضة اللي ضفت لها القليل من قطارات الخل لصنة 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 تقريبا من الأسفل والأعلى مدة طياب تقريبا نتقريبا نصف ساعة كما تلاحظوا دهن هنا بالمربع المشمش طبعا دهنها وهي سخونة كذلك نحاول أن نرشعها القليل من الكوكاو اللي هلمشته طبعا وحمرته كما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي الحلوى اللي حضرت معاكم فعلا كدجي الشكل ديالها رائح من أربع الحلوية كلم يمكنك تحضريهم بشرب الشاي سهلة سريعة تقريبا كدتقطع واحد الكمية اللي كتيرة كان نصحكم بشدة أنكم تجربوا هذا الحلوى هذي لأنها فعلا غاية في اللده غاية قد نقطع معاكم هنا نحاول أنني حيد لهذا كل حواش كما تلاحظوا كما تلاحظوا الشكل ديالها رائع كذلك تجيه شيشة بالنسبة للتقطاع يمكنك تقطعوها كبيرة أو صغيرة كما تلاحظوا الشكل ديالها فعلا كي يجي روعة كما تلاحظوا كما تلاحظوا نعم 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 لاحظوا أعجبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر